نصبح على حضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نلوح نصبح على زملتنا دينا شرف ونعرف منها أسعار الدهب والعملات صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا باسان صباح الخير يا أحمد صباح الخير والسعادة والتفاور على كل مصريين في كل مكان فعلا كان يوم مصر كلها والعالم كله كان فخور أن احنا كنا مصريين وقتها يوم يفتح طريق الكباش يعني ذكرى جميلة جدا بالنسبة لنا ولما منشوف الأغنية وسمعت كلامكم كمان في المقدمة بصراحة يعني حاجة تدعي للفخر كلنا كمصريين الأغنية كمان فكرتنا بالحدث ده جدا أيوة آه يعني دخلتنا في الموت تاني في اليوم ده بزرق أرفق وإحنا بنشوف الأغنية دي أنا فتكرت الحلقة الخاصة اللي طلعنا بيها صباح الخير صحيح ما أنا بقولك إحنا كإننا بنعيد محمد الشازلي وهدير أبو زيد وقسام حداد وجمانا وشوفنا إقبال السياح هناك كانت عاملة زي صحيح صحيح يعني دايما في مصر بتقدم وفي الزهار وبتقدر أنها تنظم كل المؤتمرات والفعاليات والافتاحات الكبيرة بشكل يليق بالعالم كله مش بمصر بس دلوقتي خانوا نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وهبدأ معاكم من الدولار الأمريكي وبالنسبة لسعر البيع فهو 24 جنيه 50 إرش والشراء 24 جنيه 57 إرش اليورو 25 جنيه 57 إرش للبيع و25 جنيه 48 إرش للشراء الجنيه للسليني 29 جنيه 78 إرش للبيع و29 جنيه 68 إرش للشراء فرانك سويسري 26 جنيه و4 روش للبيع و25 جنيه 95 إرش للشراء اليوان الصيني 3 جنيه 43 إرش للبيع 3 جنيه 42 إرش للشراء وبالنسبة لعملات العربية فسجل الريال السعودي 6 جنيه 54 إرش للبيع و 6 جنيه 51 إرش للشراء أدينار إكويتي 79 جنيه 97 إرش للبيع و 79 جنيه و 70 إرش للشراء وأخيرا درهم الإبراطي وصل ل 6 جنيه 69 إرش للبيع و 6 جنيه 67 إرش للشراء بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة فعيار 18 سجل 1226 جنيه للجرام عيار 21 ألف و 430 جنيه عيار 24 ألف 634 جنيه وأخيرا جريد ذهب وصل 11 ألف و 440 جنيه عرفنا حضراتكم معا أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب هرجع مرة تانية الأحمد بسا علشان نبدأ معكم فقرات سبع خير يا مصر شكرا لك يا دينا